بداية من مباريات دورينة القوة الجوية خاض مباراة امام القاسم وتغلب بهدف واحد بانضاء اللاعب ذرغام اسماعيل المصادر اللي عندنا انه يوم امس الحد يوم امس انه الكابتن احمد خلف متواجد مع فريق القوة الجوية وحتى اليوم بالمباراة لكن بعد المباراة الكابتن احمد خلف يودع اللاعبين ويترك نادي القوة الجوية الاخبار القريبة لتسلم مهام القوة الجوية هو الكابتن راضي اش نيشل هاي اخر الاخبار اللي وصلت عن نادي القوة الجوية امانة بغداد يخسر من الكهرباء بهدفين نفط الوسط يتفوق على سامراء بهدف والميناء واربيل بهدف للا شيء الزوراء لا زال متقدم بهدف دون مقابل من امضاء اللاعب المحترف التوفيق لكل اندياتنا لكن تقيب بسيط بصراحة اليوم ردنا بعض اللقطات بعض الاهداف حتى ممكن ننقلها للمشاهد يعني مثل نيجي ننقل ما للدوري السابق اهداف الميناء او اربيل او الجوية او يعني مع الاسف صار يومين ثلاثة جمهورنا ما يعرف شي يسوي يريد يتابع لهدف يريد يتابع لمباراة مثل بقية الدول ماكو حتى التصوير اليوم معيب يعني هذا التصوير اللي جاي نشاهده تصوير معيب بحق الرياضة المرضوء